السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا اردار حلوة اوي تابعوا معي الفيديو الاخر ما تنسونيش بلارك واشتراكوا القناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله بصوا بقى الفيديوهات دي انا عارفة اللي انتو بتحبوها فيديوهات الاسماك او اردارات الاسماك طبعا بتشوفوا بقى الحاجات كده البولات دي كلها فيها انواع سمك فانا عارفة اللي انتو بتحبو الفيديو ده كملوا معي الفيديو الاخر ان شاء الله هيعجبكم وتعالوا بقى ندخل على التدبيه لو نشوف هنعمل ايه اول حاجة انا فرمت بقى توم وفلفل احمر وفلفل رومي في الكب وبعدين بعد لما فرمتهم يعني ناعم كده وممكن تضربيهم في الخلاط مع نص كبيرة من الخل نزلت عليهم بقى بعصير لمون لمون بقى زي ما تحبي يعني شوية لمون محترمين كده وملح وفلفل وكمون وكسبرة ونص معلقة من البابريكا وبقى معي تدبيلة جبارة وبعد كده اخدت معلقة منها كده تدبلت البسارية زي ما انتم شرفين البسارية دي لازم تختليها كويس جدا تحت الحنفية وتحطيها في مصفة وبعد كده ناخد منها معلقتين في التدبيلة ونعطر عليها لمون هتاخذ بقى بسارية طعمها طحفة والسمك التاني اللي معي ده ده سمك اسمه مكارونا يعني بصوا معرفش بقى هو انتو بتقولوا عليه ايه بس احنا السمك ده في اسكندرية اسمه سمك مكارونا ده سمك بحر عايز اقول لكم بيبقى طعمه حلو جدا طبعا نضفته وتدبلته بنفس التدبيلة التدبيلة اللي انا عملتها دي لكل انواع السمك لكن بقى الكابورية طبعا انا ما بحط لهاش ولا التدبيلة دي خالص انا بخسلها وبفتح الغطى بتاعها اللي هو من الظهر ده وبتخلص منه لاني بيبقى فيه رملة تمام وباسبها في مصفة وبعد كده هنشوفها نعمل ايه تعالوا بقى هنا نبدأ نعمل ايه عارفين بقى الحبشتكنات اللي جنب السمك ايه مسقع سمك يعني طبق مسقع جنبه انجبت بتنجين كده وغسلته هقطعه زي ما انتم شايفين كده شرائع بس ما تكونش ولا تخينة ولا يفيع علشان ما يشابش معاك يزيد بعد كده حطيته في مصفة ونزلت ايه بشوية ملح كده علشان يصفي كل المية اللي فيه عايز اقول لكم الخطوة دي مهمة جدا علشان ينزل المية اللي فيه وفي نفس الوقت ما يشربش معاك يزيد تمام سبتوا بقى هنا في المصفة وتعالوا بقى نروح على البتو جاز ونشوفها نعمل ايه جبت شوية من الزيت كده يعني جبت حل وحطيت شوية من الزيت بس متقطريش الزيت وجبت كده حوالي راس طوم صغيرة كان فص طوم وقطعتهم شرائع وحبدأ بقى سين الطوم ده لغيرت لما ايه يدبل معي اما الطوصة التانية جبت طوصة كده وحط فيها زيت علشان نبدأ ايه نقلي البتنجين شايفين رشة الدي اللي انا حطيتها على البتنجين دي اوعي تستغني عنها بين كل طوصة قلية البتنجين تمام؟ وحقول لكم ليه دلوقتي المهم بعد لما الطوم احمر معي قمت نزل علي بربع كبية من الخل وكيلو من عصير الطماطم ضيبة في الخلاط كده وحسيبه بقى يتسبك مع شوية ملح وفلفل اسود وحطيت نص معلقة من التدبيلة اللي انا كنت عاملها بتاعت السمك التدبيلة دي فيها طوم وكمون وفلفل اسود وكزبرة يعني هتديكي تعمليه المسع اعجب بقى تمام؟ سبت بقى الصالصة دي تتسبك على نار هادية وتعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه زي ما قلتلكم لما بيجيق لي البتنجين بديله رشة كده من الضيق وبنفضها كويس علشان ما يشربش معي زيد طبعا حقل البتنجين اهم حاجة الزيت بتاعك يبقى سخنة جدا ويبقى يعني ما يبقاش حبة صغيرين في الطوصة ومش عايزة اقولك يبقى زيد غزير عشان الزيد غالي يعني مثلا لو عايزة تقلي طوصة صغير علشان ما ياخدش معك كمية زيد كتير تعالوا بقى هنا نعمل الكابوريا طيب هنعمل ايه بقى في الكابوريا كبت كده حلة وحطيت فيها معلقتين من الزبدة او الثمنة المتوفر عندك بس الزبدة بتخليه بقى طعمها جبارة تقولولي زبدة في الكابوريا انجربوا بس ما تستغربوش اول لما فكت نزلت بالكابوريا كده زي ما انتم شايفين وحبدأ انطقها الكابوريا ما بتتقلبش بمعلاقة يا جماعة ابدأ ينطقيها كده بالحلة تمام وحبدأ بقى انزل عليها بالخضر الخضر بقى بصل وتماطم وفلفل وكتر التماطم شوية مع ان التماطم غالية وانا عارفة باستقطريها عشان تديكي لون حلوة هو ما بيفضلش اللي احنا نشرب شريبة الكابوريا بس عايز اقول لكم الطريقة دي هتخليكي تشربي شريبة الكابوريا اولا هتشوفوا لونها عامل ازاي هتبقى جبارة حبدأ بقى انطقها كده زي ما انتم شايفين وايه واعسبها لغاية لما الخضر يتشوح كده كويس وهي كلها تلون للون الاحمد وانا بشوحها كنت حطيت فلفل اسود وحطيت وراء لوي وحبهين الحاجات دي عشان تديكي طعم حلوة للكابوريا وفي نفس الوقت ايه ديكي شربة حلوة بصوا بقى لونها كان عامل ازاي كانت تحفة سبتها بقى على نار هادية وايه دوبك بس زودت الملح بتاعها زبطت الملح وخلاص وايه بقى يعني تغلي عشر دقيق هي مش هتكمل على النار ربع ساعة وبعد كده هتوفي عليها تعالوا بقى هنا نشوف هنعمل ايه جبت بقى حلة تانية وحطيت فيها شوية زيت ونسألت بقى ايه ببصلايا كده اطعطاها على اداية كده زي ما انتو شايفين واعطيبها لغاية لما تحمر تبقى اللون الدهبي يعني احنا عايزنا ايه تحمرها تبقى بني كده بس ايه ما تتحرقش منك وبعد كده هنزل بجزرية كده حبشرها وعلشان نعمل رز عايز اقول لكم هنعمل حبة رز جبار والجزر في السوق مش احسن حاجة الوقت دوت بس هتديله لون وهتديله برضو ايه طعم حلو جدا بعد بقى لما حبشر الجزر كده هجيب نص معلقة من التدبيلة اللي انا عملتها للسمك وقبعدون نسوا التركة دي مهمة جدا هحط نص معلقة او معلقة صغيرة كده من التدبيلة اللي هي التوم بالفلفل بالكمون بالكسبية وايه هحطها برضو في الايه تتشوح مع الريز مع البصل والايه والجزر هسيبها بقى كده الغريط لما تتشوح مع بعض وفي الطصة التانية انا كنت خلصت قالي البتنجان هنبدأ بقى نقلي ايه نقلي الفلفل انا حقلي فلفل رومي وفلفل سبايسي الفلفل رومي دوت هحطه في المسقعة ده بناقا على طلب العميلة مش عايزة المسقعة سبايسي معيني عايزة اقول لكم المسقعة لما بتبقى سبايسي كده بتبقى ايه جبارة وبعد كده هنعمل ايه فلفل مقلي كده بالملح كده ايه عالجنب الواحد وحقلي برضو فلفل ايه اه حامي تمام تعالوا هنا بقى ايه نشوف الرز بقى بعد لما البصل تدبل مع بعض وكده هنبدأ ننزل بايه بالمية وفي نفس الوقت بقى كنت خلصت القلية بقى البتنجان والفلفل والكلام ده هبدأ قلي ايه السمك اللي هو ايه الماكريونو طبعا بحطه في الدقيق وبكون متابلة الدقيق بنفس التوابل اللي انا ايه حطها في السمك اللي هي كامونو وكسبرة وشوية بابريكا ولو حابة تحطي شوية كوركم كمان في الدقيق عشان يديله اللون الاصفر ده مفيش مشكلة حطي برضو حنقلي بقى السمك بالطريقة العادية عايز اقولك السمك يعني حيبقى لونه دهبي وتحفى يعني حتشوفوه معايا دلوقتي ومن كتر ما هو طازة كده تحس اللي هو كان ايه يعني لونه خطالع خطير المهم هنا بقى نرجع على رز تاني بعد لما حطيت المية بتاعته حبدأ بقى ازبط الملح واحط شوية كامون وشوية كوز بقى وبعدين حنزل بالايه بالرز بتاعي وعسيبه بقى ايه لغاية لما يتشرب وبعدين اهد النار عليه كده كل حاجة استوت الطماطمة تسبكت والكبورية خلاص طفت عليها والرز زي ما انتم شايفين استوى فاضل اخر طاصة في الايه في السمك خلصها وبعدين حقل البسرية طبعا محبتش اطول عليكم الفيديو حقل البسرية بالطريقة العادية خالص بس اهم حاجة اللي انت تطلعيها على مصفة ولما تيجي تحطيها تقليها نفضيها من الديق يعني انا باجي حطها ببضيها وبعدين بحطها في مصفة تنزل الديق الزيادة وبطلعها على مصفة تمام؟ طبعا شفتوا المسقعة وانا بحطها في السلسة قصد البتنجان يعني حطيته في السلسة وما بغلهوش خالص يدوبك بحطه في السلسة وخالص على كده كل اكلة السمك خلصت تعالوا بقى نعمل ايه؟ اكلة ايه واجبة كده بسيطة للفطار يبقى انا كده شاركت معاكم اكلة سمك محترمة وحنعمل طبق فول للفطار اعايز اقول لكم الوردر دوت كل لما بيطلع من عندي سمك لازم نعمل طبق فول ليه بقى؟ نعملها بتحطه في التلاجة وفعلا جربوه بالطريقة دي مش هتندمه المهم حطيت بقى كده ربع كوبية زيت ونزلت بقى بكم فصل سيتون كده مقطعوهم وقمت نزل عليهم برضو بايه؟ يعني حوالي 3 قروم فلفل رومي فلفل ايه؟ رومي او زبايس اللي تفضليه وبعد كده ايه؟ دوبك دبل قمت نزل بطماطم بس برضو توصي بالطماطم عشان يدي كيلون حلو حطيت اربع طماطم انا بعمل كمية كبيرة حطيت حوالي يعني نص كيلو طماطم وبعد كده نزلت بكمية الفول اللي معيه حسيبه بقى كده ايه؟ يغلي كده مع بعضه حزود له بقى نص كباية من المية وحبدأ اهرسه كده زي ما انتم شايفين بهرسة البطوطس عايز اقولكم الفول ده سهل جدا وايه؟ وطعمه مش بيغير في التلاجة ممكن تحتفظ بيه في علبة وتطلع منه تسخني على طول بعد كده بقى نزلت بحوالي توم يعني نقول كباية صغيرة من الطحينة وايه؟ وحبدأ اقلب كده زي ما انتم شايفين بصوا طعامه جبار حزبت بقى ملح وفلفل اسود وكمون وكوزبرة التوابل بتاعتك العادية خالص طبعا احنا حطين طحينة يبقى لازم تحطي شوية كامون جبت بقى كده قلت ايه؟ اهرسه شوية بالهند بلندر كده علشان يبقى نعم معي وكريمي وقمت ايه؟ حطاله معلقتين كبار من الخل وعصير لمون تمام؟ زبطت بقى دوقي بقى وزبطي محتاج ملح محتاج فلفل اسود زودي يعني ما بحطش توابل اكتر من ملح وفلفل اسود ورشة من الكمون ورشة من الكذبة وطبعا الخلي ده اساسي واللمون علشان احنا حطين تحين اخر حاجة بقى حط حزمة من البقدونس عايز اقولكم الحزمة اللي انا مقطعها السغنانة اللي مش باينة دي دي بخمستوشر جنيه تخيلوا يعني اصلا نصها ما كانش سليمي يعني نصها تخلصت مني المهم كده بقى الوردر بتاعنا خلص وعملت كمان صلطة خضرية وادي البسارية والكبورية عايز اقولكم كل الحاجات دي هحطها في علب بس ما فعلا ما كانش عندي وقت اللي انا حطها في علب لاني كنت مستعجلة اللي انا خلص اسلم الوردر للدليفر اتمنى بقى الوردر يكون عجبكم ولو وصلتم معي لغاية هنا انتم تنسونيش بالايقوشتك ولكن ايو شوفكم وديو